أهلا بكم من جديد وإلى تقراتنا اليومية بمضانية قلب واحد وعقفة مع مشروعات مؤسسة قطر الخيرية في دولة غرغزيان قلب واحد نبض واحد قلب واحد نبض واحد قلب واحد شاهدين نواصل مع فريق عمل قلب واحد بجمعية قطر الخيرية ونشاطات التي نتابع فيها الفريق عندما أحد الفرق عندما ذهب إلى إحدى القرى النائية بجمهورية قرغزية الإسلامية ودعا لبناء مسجد في القرية تبرع بأرضه أحد المواطنين الذي منحته الجمعية تذكرة حج فلنشاهد حياكم حياكم يا أحباب يمكن شرف الدين علمنا حاجة بسيطة جدا طيب أثناء وجودنا دعانا أو أصادف أذان المغرب وهو أصلا يعني علمنا حاجة بسيطة جدا أنه قليل من الخير يخرج خير إلى ما لا نهاية وهذا قليل من الخير وهو تبرع بجزء من بيته وجعله مصلة يتسع لثلاثين شخصا ولكن الفرش ومحتويات المصلة متواضعة جدا فقررنا أن يا شرف الدين سنزاحمك بإذن الله في هذا الفضل وهذا الأجر بإذن الله تعالى لأننا سنفعل بإذن الله بإذن الله ستتكاتف الأيادي لبناء مسجد بإذن الله تعالى يكون من أجمل مساجد في هذه القرية بإذن الله يلا شدو الهمة وصعدوا للقمة يلا شدو الهمة وصعدوا للقمة بادروا للخير ورسول البسماء المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة طبعا شرف الدين ما شاء الله زرنا زيارة سابقة فوجدنا أنه خصص مصلى في بيته وخصص أيضا مشتل يزرع فيه بعض النبتات ثم بعد ذلك خصص الربيع يذهب بهذه النبتات في الأراضي الواسعة حتى تنبت المسجد خصص في بيته مسجد يسع لثلاثين مصلي القادية كلها ليس فيها مساجد إلا مصلى آخر بعدد يمكن عشرين من المصليين فقلنا ليش ما نقدم له خدمة في مسألة أول شيء كافأة في أنه فعلا تبرع وعمل وقف هذه الوقفة وخصص جزء من بيته كمسجد للناس وأنه كافأة بأنه يحج بيت الله الحرام شوف ساعات تشلون شو دموعة شوف يعني شيء وأول شيء أعطيت أنا اللوحة هذه اللي عملناها له ما صدق بعدين عرف السالفة والله بحج فتم يفكي وكل الحاضرون بكوا انظر لما دخلنا داخل المسجد نفسه المصلى كانوا يتدارسون القرآن جالسين يتلون القرآن وهم أعاجم في وسط البرد فالله شوف المنظر في هدوء يعني كثير صراحة أثر فينا هم لا يعرفون العربية ونحن مقصرون والمصاحب متوفرة واللغة وهكذا فالله يبارك لهم الحطوة كانت التي تلي ذلك هل ستساهمون في بناء مسجد أوساء والله الدور على المشاهدين إن شاء الله يشاهدون هذه الفقرة وأن نقلب منهم أنهم يوفرون مسجد في مكان نائي ومكان محتاجين فيه فعلا إلى مسجد يصلون فيه يعني الحلقة سابقة أيضا واضحة أني كثير من القرى هناك لا يكون فيها مسجد كبير يتسع لأعداد كبيرة من المصنوع رغم أنه واضحة أنهم جميعهم يعني لديهم حس إسلامي وحس ديني الجامع يبعد عن المنطقة 11 كيلو تقريبا 11 مشيا في وسط الثلجة دولة قرغيزيا أساسا بعد انهيار التلحاد السوفيتي كان فيها فقط سبعة مساجد الآن وصل عدد المساجد إلى ثلاث تلاف مسجد ففيه هناك ما شاء الله عمراء المساجد لكن يحتاجون أكثر نرى نموذج آخر مشاهدين الكرام لقلب واحد حيث قام الفريق الأخضر بزيارة منزل لأسرة بها سيدة معاقة من أجل تقديم الدعم لها ولأسرتها من أجل مساعدتهم على المعيش فالمشاهد ابنتي هي مريضة وهي معاقة من أمره ثلاثة عندما كانت لها ثلاث سنوات في ليلا في سالثة ليلا هي صاحت بصوت عالي وبعد ذلك مباشرة هي صارت مصابة معاقة الآن قد بلغت إلى تسعة وعشرين سنة تسعة وعشرين سنة نعم أنا أصلا بسبب 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 ابنتي أنا لا أعمل يعمل على رعاية ابنتها نعم فقط هي الآن في رعاية ابنتها ابنته نعم من الذي من أين يصرف هو هل المكان يستطيع أن يجهزه لتربية الأغنام يستطيع أن يجهز مكان؟ نعم هو يستطيع أن يجهز المكان لكن يحتاج أغنام يحتاج الأغنام إذن كان هذا نموذج آخر من ما يقدمه أو ما يحاول أن يعرضه فريق قلب واحد ودولة قرغزيا وأيضاً كالعادة أرجو أن تحكي لنا أكثر عن هذا النموذج وهذه التجريفة طبعاً هناك نماذج أخرى بالنسبة لأسر عندها فتاة معاقة أو شاب وهكذا يعني هذه مثل ما قالوا أنا عمرها كان من عمرها ثلاث سنوات وهي تعاني من شلل إلى الآن عمرها 29 سنة أباها يعني تارك كل شغلة وهو يعني يقوم برعايتها فطبعاً العلاج مثل هالحالات هذه حتى تدريس هالحالة هذه حتى مكلفة جداً يعني غير عن الإنسان الطبيعي فيحتاج إلى عناية خاصة ويحتاج إلى مبالغ تدفع حتى يعني تسير في الحياة إن شاء الله بما يعني الله يحفظها إن شاء الله هما طبعاً الفريق يعني اتفقوا أن يوفروا أغنام هناك وجدوا مكاناً للأغنام حتى يقتاتوا من هذه الأغنام هذا الذي وصل لها على الله قال هذه الخطوة الأولى الخطوة الأولى ونحتاج طبعاً من الناس أن هما يساهمون في علاجها ويساهمون في أن يعني يوفرون لهم العيش الرغيد إن شاء الله دعنا نذهب إلى أيضاً نموذج آخر قام به فريق الأحمر حيث زار إحدى القرى النائية من أجل تقديم الدعم لبناء روضة للأطفال بالمنطقة فلنشاهد تقديم الدعم لبناء روضة للأطفال في هذه القرية يعيشوا 12 ألف شخصاً ومنها من 12 ألف شخص ألفين طفل بسبب عدم وجود روضة للأطفال الأطفال القرية يلعبون في الشارع منذ أيام قليلة ضربت السيارة الطفل الذي كان يلعب في الشارع بس سؤال هذه الأرض مخصصة من الدولة لبناء روضة الأطفال هذه المنطقة منطقة مركزية لقريتنا وهنا إدارة الحي إدارة القرية وهنا قريب من هنا مركز طبي للأعائلات وهذا المكان مخصص من قبل الدولة لبناء المدرسة يعني فقط هم يحتاجون يحتاجون من يتكفل ببناء الروضة نعم نموذج آخر نتحدث عنه بناء روضة هل وصلتم فيها لشيء بخصوص هذه الحالة تحديداً؟ طبعاً الحلقة عرضت اليوم عرضت على تلزول القطر اليوم هنا لا يوجد مشكلة بس في الأراضي الدولة تخصص أراضي لحضانة لروضة لمسجد لمركز صحي الأراضي متوفرة لكن المشكلة في البناء طبعاً قرغيزيا عدد سكانها 6 ملايين نصفهم أقل من 15 سنة فكلهم صغار يحتاجون إلى اهتمام في التعليم اهتمام في دور الحضانة واهتمام في الناحية التعليمية كثيراً طبعاً هذه الساحة يقولون أنها خصصت للحضانة ويحتاج الأطفال أن يكونون في سور وهناك مرافق للحضانة هذه حتى يتعلموا شيئاً حتى يصلوا إلى الدراسة أنا فقط نذكر وننوي لسادة المشاهدين أن قلب واحد يعرض الفكرة سواء من خلالنا أو من خلال التلفزيون القطري وبعد ذلك يجمع التبرعات على هذه الفكرة كما رأينا مثلاً في حالة بناء مكان أو روضة للأطفال في دولة قرغيزيا عبر موقع قطر الخيرية على الإنترنت وعليه أعتقد كل التفاصيل موجودة إن شاء الله يتواصلون مع الموقع نفسه وهناك التكاليف والتصاميم كلها موجودة إن شاء الله أشكرك شكراً جزيلاً زميل العالمي عقيل الجناحي أحد المشاركين في برنامج قلب واحد التابع لمؤسسة قطر الخيرية شكراً لكم شكراً لكم شاهدين الكرام بالطبع الشكر موصول لكم في نهاية المسائية غداً إن شاء الله ألقاكم وعلى فزة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم